تقع البرتغال في الجزء الجنوبي الغربي من القارة الأوروبية العجوز هي فعليا أقصى غرب دول قارة أوروبا ويحدها المحيط الأطلسي غربا وجنوبا وإسبانيا من الشمال والشرق وكانت البرتغال جزءا من الأندلس كانت قديما تسمى بغرب الأندلس وما زال جنوبها للآن يحمل هذه التسمية تعد البرتغال من البلدان المتقدمة وتحتل المرتبة التسعتاش عالميا من حيث جودة الحياة فيها تصنف الدولة رقم 13 الأكثر سلمية وعاصمتها لشبونة وإذا صدف كنت مسافر لها وبحثت عن الأماكن السياحية الموصة بها فيها سيظهر ضمنها المركز الإسلامي الثقافي في لشبونة يقع بالقرب من الحياة الراقي في شارع خوسي تم إنشاء المسجد التابع للمركز في عام 1966 ميلاد ووضع حجر الأساس للمسجد في عام 1979 ميلادي وبعد ست سنوات في عام 1986 تم افتتاح المسجد والمركز الثقافي ومسجد لشبونة المركزي واللي يعتبر أول مسجد للمسلمين في البرتغال يتكون المسجد من أربع طوابق بمساحة تزيد عن 2700 متر مربع والمسجد مميز من حيث العمارة والنقوش الموجودة فيه ويعتبر علما من معالم عاصمة البرتغال وهو من تصميم وتخطيط المهندسين المعماريين البرتغاليين أنطونيو ماريا وجواع باولو بمشورة من قبل مهندسين معماريين من الدول الإسلامية تغيير اسم الشارع الذي أقيم فيه المركز الإسلامي الثقافي برشبونة إلى رواديل موسكيتا يعني شارع المسجد وزار وقتها الملك سلمان بن عبد العزيز ودعم المركز ماديا ومعنويا موسكيتا موسكيتا وموسكيتا وعندما يرى المنطقة المحن المشارع في موسكيتا كانت قرار مددات لجميع ونحن نتوقع ونحن أننا نتوقع أيضا نتوقع هم أيضا جميعا اشتركوا في القناة